بسم الله الرحمن الرحيم عفل آميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ودل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون اسقلات ومما رزقناهم يوفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سماء عليهم أنظرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصرهم وشافة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذمون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن الصفهاء ألا إنهم مصفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياقينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم ذي تغيانهم يعمهون أولئك الذين اشترفوا الضلالة بالهدى فما ربيحت تجارتهم وما كانوا مهددين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كسقيب من السماء في ظلمات وارعد وبرق يجعلون أسطابعهم في آذانهم من الصفاعق حضر الموت والله محيق من الكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كل ما أضاء لهم مشوفي وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهم بسمعهم ومسطارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأوزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رسقا لكم فلا تجعلوا لله أودات وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صديقين فإن لم تفعلوا ولو تفعلوا فاتقوا النار التي بقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعمل إصطالحات وعمل إصطالحات أن لهم جنات وتجريم وتحديل نهار كلما نزقوا منها من ثموة الرسقا قالوا هذا الذي نزقنا من قبل وأتوا به متشابه ولهم فيها أزواج مقاهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يذرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ما هذا أراد الله بهذا مثلا يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين الذين يوقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوسقل ويصدون في الأود أولئكهم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكوت أمواتهم فأحياكم ثم يميتكم ثم يعجيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأود جميعا ثم استفى إلى السماء فصفاؤنا سمع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأود خليفة قالوا أتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبع بعمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها أولئين وقالوا صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أوت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأود وأعلم ما تبدون وما كنتم تبتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أباء واستقبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أوت وزوجك الجنة وقل منها رغدا حيت شئت ما ولا ولا تقربا هذه الشجرة فتقونا من الغالمين فأزلهم الشيطان وعنها فأخرجهما مما كانا فيه وقل لها بقوا بعدكم لباعدنا عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع لاحين فتلقى آدم من ربه كلماتهم فتاب عليه إنه هو التذاب الرحيم قل لها بقوا منها جميعا فإما يأتي أنكم مني هدون فموت بيع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين غفروا وكذبوا بآياتنا أولئك صحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل ذكروا النعمتي التي أنا عمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقوا لما معكم ولا تكونوا فلكافرين بي ولا تشتروا بآياتي ثمنوا قليلا وإيايا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباقل وتكتبوا الحق وأتم تعلمون وأقيموا سقلات فآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتوسعون أنفسكم وأتم تطلون القتار أفلا تعقلون واستعينوا بسقبري واسقلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم لاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل ذكروا نعمتي التي أنا عمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسهم شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم يوسقرون وإذا نجيناكم من آل فنعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستعيون نساءكم وفي ذلك ولأ أمر ربكم عديم وإذا فرقنا بكم البحر فأوجيناكم وأغنقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذا بعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب ولفرقون لعلكم تختدون وإذا قال موسى لقومه يا قومي إنكم ذلمتم أنفسكم باتخاذكم لعجل فطوبوا إلى باريكم فقدلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عمد باريكم فتاب عليكم إنه هو التذاب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جارة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فظللنا عليكم الغمامة وأوزلنا عليكم المن والسلوى كل ما وقجبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يذلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها عيثوا شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خقاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قول غير الذي قيل لهم فأوزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب عسقاك الحجر فانفجرت وإذ قلتم يا موسى لن نصبت علاقة عام واحد فدعو لنا غبك يخرج لنا مما تنبت الأود من بقليها وقثائها وفومها وعدسها وبسقليها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبقوا مصر فإن لكم ما سألتم وذربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم يفرون بآيات الله فيقتلون النبي بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنستار وإستابئون من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح فلاهم أجرهم عود غبهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم وقور خذوا ما آتيناكم بقفة واذكروا ما فيه لعلكم تتقور فما توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبدي فقلنا لهم كونوا قرد الخاسئين فجعلنا هنكال لما بين يديها وما خلفها موعدة للمتقين وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أو تذبح بقرة قالوا أتتخذنا هزفا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دعو لنا ربك يبجي لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عظان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قال دعو لنا ربك يبجي لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تصر الناظرين قال دعو لنا ربك يبجي لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنها إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأود ولا تسق الحظ فسلمت اللاشية فيها قال الآن جئت بالحق فذبحوها وما كاد يفعلون وإذا قدلتم نفس فالدار أتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل نضربوه بمعنها كذلك يحجي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجار أو أشد قصبة وإن من الهجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبق من خشية الله أما الله بغافل عن ما تعملون أفتقمعون أن يؤمنوا لكم فقد كان فليقوا منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعدهم إلى بعد قالوا تحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عمض ربكم فلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أمجون لا يعلمون الكتاب إلا أما نج وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عوض الله ليشتروا به ثمن وقليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لو تمسنا النار إلا أجام معدود وَلَا تَخَدْتُمِ عَمُدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلْ آمَنْ كَسَبَ سَجِّئَةً وَأَحَاتَقُ بِهِ خَقِيئَةُهُ فَأَوْلَيْكَ صُحَابُ الْنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمُنُوا وَعْمُنُوا وَعْمِلِ الصَّال وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفَسَكُمْ وَدِيَارِكُمْ ثَمَّ أَقْرَرَتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثَمَّ أَوْتُمْ هَاؤُمْ هَأُؤْلَيْ تَقُتُلُونَ أَنفَسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقُمْ وَدِيَارِهِمْ تَذَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنَّ أَطُوْكُمْ أُسَارًا تُ وَهُوَ مُحَذَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يُفْعْلُ ذَٰلِكَ مِنَكُمْ إِلَّا خِزْيُونَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةُ يُرَدُونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ وَمَ اللَّهُمْ يَغَافِرٍ عَ وَلَا آئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَفُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنُهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُوْصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابُ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرَّسُلْ وَآتَيْنَا عِيْسَ بَنَ مَرِيَّمَ الْبَجِّنَاتِ وَأَجْدُنَاهُ بِرُوحِ فَقُلْ لَمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهَوَا أَنفُسُكُمْ استَقْبَرْتُونَ فَفَرِيقُونَ كَذَّبُتُونَ وَفَرِيقُونَ تَغْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَ آقُلْ بَلْ لَعَنَهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقْلِينَ مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عُودِ اللَّهِ مُصَدِّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَالْفَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مَا قَبْلُوا إِنْ قُونَ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ شَاءَكُ موسى بالبجنات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وَإِذَا خَدْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرفَعْنَا فَوقَكُمْ وَقُونَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعِسْقِينَ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ وَالْبِئِسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ يَعْمُدُ اللَّهِ خَالِصْقًا مَوْدُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّا فَالْمَوْتَ يَنْ كُونُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبْدًا مِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسْفَ الْنَّاسِ عَلَى حَيَاهُ وَ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةً وَمَا هُوَ بِمَسَحْسِحِهِ مِنَ الْعِذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بِالسْقِيرٌ مِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَوْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قِلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَوْتًا وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ مَوْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُولِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيْهِ كَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوًّا لِلْكَافِرِينَ وَوَلَقَدْ أَوْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَفْرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهَدًا نَبَذًا فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ الْأَكْثَرُ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَوْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذًا فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تطل الشياقين على ملك السليمان وما كفر سليمان ولكن الشياقين كفروا يعلمون الناس السعر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنتهم فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم يضادين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يذرهم ولا ينفعهم لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخر من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عود الله خير لو كانوا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا وَنْظُرُنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِينَ عَذَابُنَا لِهُ ما يفدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلْمَشِيكِينَ أَنْ يُنَزْلَ عَلِيكُمْ ما يفدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يُنَزْلَ عَلِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَسْقُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ظُرُفَ لِعْدِهِمْ ما نوسخ من آية أو نوسيها نأتي بخير منها أو مثلها لم تعلم أن الله على كل شيء قدير لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأكل وما لكم من وضون الله من ولي ولا نسقين أَمْ تُرِيدُونَ وَتَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلُ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ظَلَّ السَّبَاءَ السَّبِيرِ وَدَّى كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لو يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانٌ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عَوَدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنُوا لَهُمُ الْحَقْ فَعَفُوا وَسْفَحُوا أَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمَدِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ الشَّيْءٍ وَقَدِيرٌ وَاقِيمُ اسْقَلَاتَ فَآتَفُوا الزَّكَاءَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِي أَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ وَتَجْدُوهُ عَمَدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِسْقِيرٍ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَوْكَانَ هُوْدًا أَوْنَسْقَارًا تَلْقَ مَانِيِّهُمْ قُلْهَاتُ بُرْهَانَكُمْ مِنْ قُونَتُمْ صَادِقِينَ وَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنُ فَلَهُ أَجْرُهُ عَمْدَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّسْقَارًا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَطْلُونَ الْقِتَاءِ كَذَانِ يَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّا مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ إِنْ يُذْكَرَ فِيهَا سُمُهُ وَسَعَى فِي خُرَابِهَا وَلَا يَكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدِّنْيَا خِزِيٌّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ وَاسِعٌ أَعْلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُمَا فِي السَّمَاغَاتِ وَالْأَرْضِ كلُّ لَهُ قَانِدُونَ بَدِيعُ السَّمَاغَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَدَى أَمْرٌ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آيَا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مَا قَبْلِهِمْ مَثَلَا قَوَلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَجَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسُلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِينًا وَنَذِينًا وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَعِيمِ وَلَوْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّسْقَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ خُدَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَاءَ وَلَا إِنْ تَبَعْدَ أَهْوَاءَهُمْ وَعَدَ الَّذِي چَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ فَلِجٍّ وَلَا نُسْقِينَ الَّذِينَ آتِينَهُمْ الْكِتَابَ يَتْلُورَهُ عَقَّ تِلَافَتِهِ وَلَا يَؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَغْفُرْ بِهِ فَأَوْلَا وَمَنْ يَغْفُرْ بِهِ فَأَوْلَا يَمُلْخَاسِنُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِهَا الَّتِي أَنَعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٌ شَيْءٌ وَلَا يُقْبُلُ مِنْهَا عَدْنُ وَلَا تَوَفُعُهَا شَفَاعْتٌ وَلَا هُمْ يَوْسْقِرُونَ وَإِذْ بَتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِهُ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمَا ذُرِّيَّتِهِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهَدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعْلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَنَا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمُ وَسْقَالَهُ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمُ إِسْمَاعِلَ وَقَاهِلَ بَيْتِي لِقْلَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعْلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَرَزُقَهَ لَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنَ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِذِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِينَ وَثُمَّ أَضْرُّوا الْعَذَابِ النَّاسِ وَبِئِئِسَ الْمَسْقِينَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلِ وَبَّنَا تَقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ وَتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَبَّنَا وَجَعِلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمَنْ ظُرِّجَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَنِنَّا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعْلِيْنَا إِنَّكَ وَتَ التَّفَّابُ الرَّحِيمُ وَبَّنَا وَبَعِدْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُوْ عَلِيمُ آيَاتِكَ وَيُعِلِّمُهُمَ الْكِتَابُ الْحِكْمَةُ وَيَزَكِّهِمَ وَمَنْ يَرْغَبُ عِمِلَّةَ إِبْرَاهِمَ إِلَّا مَوْسَ فِيَا نَفْسَ وَلَقَدْ إِصْتَفَيْنَا فِي الدُّنِيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخَةِ لَمِنَ السْقَالِحِينَ إِذَا قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَفَسْقَى بِهَا إِبْرَاهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهِ اصْلَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ الشُهَدَاءَ إِذَا حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمُوتِ إِذَا قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُنَ مِنْ بَعْدِهِ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِمُ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَّهُ وَوَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تَلَقَ أُمَّةٌ قِدْخَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتٌ وَلَا تُصَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَسْقَاءَ رَاتَ هَتَدُوْقُ الْبَلْمِلَّةَ إِبْرَاهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمَشْرِقِينَ قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِمُ وَإِسْمَاعِلَ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوا الْأَسْبَيْقِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِجُونَ مِنْ رَبِّمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمثْلِ مَا آمَوْتُم بِهِ فَقَدِهِ تَدَوَّئِ وَتَفَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَارِ فَصِيَكْفِيكَ هُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعِلِيمُ سِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةٌ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَلَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَعِيلَ وَيَسْحَيَقُ وَيَعْقُبُ وَلَاسْبَاتَ كَانُوا هُودًا وَنُسْخَارًا وَلَأَوْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّا وَكَتَمَ الشَّهَ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيَقُولُ الصَّفْهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا غَلَّاهُمْ عَقِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلِيْهَا وَلِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهَدِي مَنْ يَشْيَاءُ الْا سُرَاتٍ مُسْتَقِيمُ وَكَذَلِكَ جَعْلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَقٍ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلِ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلِيْكُمْ ش إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لِلْرَؤُفُ الرَّحِيمُ قَدْ نَرَى تَقْلُّ بَوَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةٌ تَرَضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَقْرِ الْمَسْجِدِ الْحِرَامُ وَحِيثُ مَا كُنتُ فَوَلُّوا مُجُوهَكُمْ شَقْرَةٌ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ إِنَّكَ إِذَا لَّا مِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتِيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْلِفُونَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُبُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الحق من ربك فلا تكونن من المنترين ولكلهم وجهدونه ووليها فاستبغ الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شقر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك فما الله بغافل نعم ما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شقر المسجد الحرام وعيث ما كنتم فالوجوهكم شقره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ولموا منكم فلا تخشوهم وخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يطلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب ولحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني يذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالقبل مسقلا إن الله مع الصابرين ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلو أنكم الشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أسقابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم سقلافات من ربهم ورحمة فأولئك هم المهددون إن أسقفا والموت من شعائر الله فمن حج البيت أذيع تمر فلا جناها عليه أن يقفف بهما أما تقفع خير فإن الله شاكر عليهم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البجنات والغدا من بعد ما بجناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبجنوا فأولئك توبوا عليهم وأنت الذاب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارون أولئك عليهم لعنت الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارون لعنت الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأود واختلاف الليل والنهار والفلق التي تجري في البعر بما ينفع الناس وما أنصر الله من السماء مما ينفع حيابه الأود بعد موتها وبث فيها من كل داب وتسقلي في الرياح والسحاب المسخر بين الناس مسخر بين السماء والأود لآيات اللي قوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أودارا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ولموا إذ يرون العذاب أن القفة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعبهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أنرنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجنا من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأود حلال وقيم ولا تتبعوا خضوات الشيطان إنه لكم عدف مبين إنما يأمركم بالسوء والفعشاء فأنتقولوا وعلى الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أوزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباهم لا يعقلون الشيء ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعط بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صمم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من قيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن قوتم إياه تعبدون إنما حظم عليكم الميتة والدم ولحم الخنسين وما أهل به لغير الله فمن يضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله وفور رحيم إن الذين يكتمون ما أوزل الله من الكتاب واشترون به ثمن وقليلا ولائك ما يأكرون في بقونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب عليهم ولائك الذين اشترضوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخففوا عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البجنات وأجدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسولا بما لا تهبا أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبا وفيقا وطاقلون أولئك الذين اشترفوا الضلالة بالحدى والعذاب بالمغفرة فما أسبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تظلوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذا بالقرباء واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفرقاء وقاموا اسقلات فآت الزكاة والموفون بعهدهم ذا عهدوا اسقابين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئكم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأوثى بالأوثى فمن عفية له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء له بإحسان ذالك تخفيف من ربكم ورحمة فمن يعتدى بعد ذلك فله عذابنا لي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انترق خيرا الوسية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سميعه فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليهم فمن خاف من موسقى جنفا أو إثم فأسقلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم اسقيامكم ما كتب على الذين ما قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يقيقونه فدية قعم مسكين فمن تقضع خير فهو خير له وأنتصوم خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد مواكم الشهر فليسقم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما خداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قري وجيبوا دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة السقيام الرفض إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم أعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فلآن باشدوهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيق الأبيض من الخيق الأسفد من الفجر ثم أتم القيام إلى الليل ولا تباشروا غنوا وتمعاكفنا في المساجد تلك حدود الله فلا تقربواها كذلك يبجن الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباقل وتطلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة ولهي مواقع للناس والحج وليس البر بأوطأ البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأطل بيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعددوا إن الله لا يحب المعددين واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عوض المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فيقاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن ينتهوا فإن الله غفور رحيم فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن أطهوا فلا عدوان إلا عوى ظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات قسقات فمن يعتداء عليكم فاعددوا عليه بمثل ما عدداء عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم من التهلق وأحسنوا إن الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنت فمستيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ لدي محلة فما كان منكم مريضا أو به أذن من رأسه ففدية من سقيام أو صدقة أو نسو فإذا أموت فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يدف سقيام ثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجعتم تلقى عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاذر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج فما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزفدوا فإن خير الزادي التقبى والتقونياء للباب ليس عليكم جناحنا وتبدغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفاتهم فاذكروا الله عمض المشعر الحرام واذكروه كما غداكم ويقوت من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاذ الناس واستغفروا الله إن الله أفور الرحيم فإذا قذيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وشد ذكر فمن الناس من يقولوا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرت من خلاق ومنهم من يقولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرت حسنة وقنا عذابنا وإذا قيل له اتق الله أخذته لعزة بالإثم فعسبه جهنم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوفا بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطبات الشيطان إنه لكم عدد مبين فيوصل التم من بعد ما جاءتكم البجنات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سالبني إسرائيل كما آتيناهم من آية بجنا ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاء زجنا للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة ووعدة فبعث الله نبجين موشدين وموظرين وأوزل معهم الكتاب بالحق ليعقم بين الناس فيما اختلفوا فيه فما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءهم لعلم بغيا بينهم فأما الذين اختلفوا فيه وأفاد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى سرات مستقيم أمحسب دعا تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستدهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله يقريم يسألونك ماذا ينفقون ولما أنفقد من خير فللوالدين والاقربين وليتاهم المساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به يعليم كتب عليكم القتال وهو قره لكم وعساهم تكره شيئا وهو خير لكم وعساهم تعب شيئا وهو شر لكم والله يعلموا وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتالهم فيه والغتال فيه كبير واسقدون عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أغله منه أكبر عمد الله والفتنة أكبر من قتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استقاع ومن يرتد منكم عن دينه فيمد وهو كافر فأولئك حمد أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك صحب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا وهاجر وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون الرحمة الله والله وفور الرحيم يسألونك عن الخمر والما يسرقل فيهما إثم قبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون وللعفو كذلك يبجن الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير ومن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المسجد من المسجد ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا توقع المشركات حتى يؤمنا ولا أمتم مؤمنة خير من مشركتهم ولو عجبتكم ولا توقع المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم ولا يدعون إلى النار والله يدعو للجنة والمغفلة بإذنه ويبجن آياته للناس لعلكم يتذكرون ويسألونك عن المحيد قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المعيد ولا تقربوهن حتى يقهرن فإذا تقهون فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التذابين ويحب المتقهرين نساءكم حرث لكم فأتوحرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم فاتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله لا يؤخذكم الله باللغب في أيمانكم ولكن يؤخذكم لما كسبت قلوبكم والله غفورن حليم للذين يؤلون من نسائهم تربسوا أربعة أشهر فينفاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا القلاغ فإن الله سمين عليهم والمطلقات يتربستن بأنفسهن فلا تدقروا ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في رحامهن وكن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن وحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصطلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللذجال عليهن درجة الله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريع بإحسان ولا يحل لكم وتأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن أخفتم أن لا يقيم حدود الله فلا تشناها عليهما فيما افتتت به تلك عدود الله فلا تعددوها ومن يتعد حدود الله فأولئك مظالمون فإن أقلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح سوجا غيرا فإن أقلقها فلا تشناها عليهما أن يتراجع وذن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبجنها لقوم يعلمون وإذا تلق دم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صدعوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعددو ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات إلا يهزو واذكروا نعمة الله عليكم من الكتاب والحكم ذي عيدكم به واتقوا الله وعلموا وأن الله بكل شيء أعليم وإذا تلق دم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعددوهن أن يقحنا أزواجهن إذا ترادوهن بالمعروف في ذلك يوعد به موقعنا منكم ذلك يؤمن بالله وليوم الأخير ذلكم أسكالكم وأخير والله أعلم وأتم لا تعلمون والوالدات يردعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاء وعلم مولود له رزقهن وكسفتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا فصعها لا تضر والد بولدها ولا مولود له بولده وعلم والد مثل ذلك فإن أراد فصقال نعم تراد منهما وتشافرهم فلا جنها عليهم وإن أردتم وتستردعوا أولادكم فلا جنها عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا إن الله بما تعمرون بسقين والذين يتوفون منكم وإذرون أزفاجا يتربصون بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن فلا جنها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعمرون خبيل ولا جنها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنوتم في أنفسكم أعلم الله أنكم ستذكرون هن ولا ولكن لا تواعدوهن سرًا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فحذروا وعلموا أن الله غفور حليم لا جنها عليكم إن وطلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريدو لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن وطلقتمهن ما قبل أو تمسوهن وقد فردتم لهن فريضة فنصف ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأو تعفو أقلب للتقبى ولا تنصف الفضل بينكم إن الله بما تعملون بسقين حافظوا على اسقلفات واسقلات البسطة وقوموا للليقانتين فإن خفتم فرجالنا وركمانا فإذا أمنتم فذكروا الله كما علمكم ما لن تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم وذنون أزواجا وسقية لأزواجهم متاعن للحول غير إخرار فإن خرجنا فلا جنها عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمقلقات مطاعم المعروف حقنا على المتقين كذلك يبجنوا الله لكم آياته لأعلمكم تعاقلون ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوث حضر الموت فقال لهم اللهم وتو ثم أحياهم إن الله لذو فضلنا على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميعون عليهم ماذا الذي يقلد الله قردا حسنا فيضاعفه له أضعف كثيرا والله يقبض ويبسق ولي ترجعون ألم ترى إلى الملائم من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي اللهم وبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قالوا هلا عسيتم أن قتب عليكم من القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد وخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما قتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم اللهم علم من الظالمين وقال لهم نبي من الله قد بعث لهم قالوا تملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه لم يؤتساعدا من المال قال إن الله صفاه عليكم وزاده بسقهم فلعلم والجسم والله يؤتي ملكهم إن شاء الله واسعون عليم وقال لهم نبيجهم إن آية ملكه إن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائق إن في ذلك لآية لكم إن قد مؤمنين فلما فسقل قالوا تو بالجنود قال إن الله مبدل لكم بنهر فمن شريب منه فليس مني ومن لم يقعم فإنه مني إلا من اغضر فغرف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا قالوا لا قاقتلا ليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم لا قلقوا كميوا فئة قليلة غلابت فئة كثيرة بإذن الله والله معسقابرين ولم نبرزوا لجالوت وجنوده قالوا وَبَنَا فَلْغَ عَلِيْنَا سُقَبْرًا وَثَبْدَ قْدَامَنَا وَانْصُرُنَا عِنِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَّمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَابُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعِلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ وَلَوْ لَا دَفْعُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدِ اللَّهِ فَسَدِدْ الْأَوْدُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُوفَدْ لِنَا عِلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَطْلُوهَا عَلِيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلَّا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْدَتَ الْلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مَا جَاءَتُمْ الْبَجْنَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْدَتَ الْلَكِنَّ اللَّهِ يَفَعِلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّ وَالَّذِينَ آمُنُوا وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمًا لَا بَيْعُثِهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِنُونَ هُمَ الظَّالِمُونَ الله لا إله إلا هو الحج لقجهم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي شفع عوده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيع كرسج السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين والتبجن والغشد من الغج فمن يغفر بالقاغوط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرفة البثقى لون فسقى عملها الله السميع عليم الله ولج الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم والقاغوط يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك صحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحجي ويميد قال أنا أحجي وأميد قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهد لقوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خافية على عروشها قال أنا يحجي هذه الله بعد موتها فماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت مئة عام قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى قعامك وشرابك لم يتصن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العذام كيف ننشزوها ننشزوها ثم نكسوها لحما فلما تبجن له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال ربك للملائكة وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تعجي الموت قال أولم تؤمن قال بلاغ لكن ليقمئن قلبي قال فاخذ أربعة من القيد فاسقرهن ثم جعل وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تعجي الموت قال أولم تؤمن قال بلاغ لكن ليقمئن قلبي قال فاض أربعة من القيد فاسقرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزع ثم دعوهن يأتينك السعية وأعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أبوالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سملة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسعون عليهم الذين ينفقون أبوالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عمض غبهم ولا خوف عليهم ولاهم يعزرون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعوها أذى والله ونج نحليم يا أيها الذين أمنوا لا تبقلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمنوا بالله واليوم الآخر فمثله كمثل اسقفوان عليه ترابا فأسقابه وابل فتركوه سقل لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهد القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أبوالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أسقابها وابل فآتت أقولها ديعفين فإن لم يسقبها وابل فقل والله بما تعملون بسقين أيفد أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجريم وتحتيرا له فيها له فيها من كل الثمرات وأسقابه الكبر وله ذرية ضعفا وأسقابها إعسقار فيه نار فحترقت كذلك يبجن الله لكم الآيات لعلهم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من قيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخده إلا أن تغمدوا فيه وأعلموا أن الله نج حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واصل عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أرع البعض وما أنفقتم من نفقتن أو نظرتم من نظر فإن الله يعلم هو ما للظالمين من أسقال وما تبدس قدقات فنعم ما هي وما تخفوها وتؤتوه الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سجياتكم الله بما تعملون خبير ليس عليك هداكم ولكن الله يهدي من يشاء أما تنفقوا من خيرهم فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستقيعون ضربهم في الأودية عسبهم الجاهل أغنياء من التعرف تعرفهم بسيماهم لا يصلون الناس إلى حافة وما تنفقوا من خيرهم فإن الله به يعلم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهر سلهم وأعلانية فلهم أجرهم عمضا وهم لا خوف عليهم ولهم يحسنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبقه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحظم الربا فما جاءه موعظة من ربه فوتغى فله ما سلم وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك صحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربس قدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتفوا الزكاة لهم أجرهم عمض ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أجه الذين آمنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسله وإن طبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عصرة فنذيرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تدايوتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه الشيئة فكان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستقيع أن يملله فليملل وليجه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين رجلين فرجل ومرأتان مما تردون من الشغداء أو تدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشغداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أو تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسق عود الله وأقوم للشهادة وأدناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاذيرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضل كاتب ولا شهيد وين تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل الشيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب فرهان مقبودة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمين أمانته وليتق الله ربا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وين تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أوزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك وبنا وإليك المشغير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وبنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا وبنا ولا تحمل علينا إصروا كما حملته على الذين على الذين وبنا ولا تحمل ما لا قاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أوت مولانا فانصرنا أوت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين جو یہ انگوٹی دیکھ رہے ہیں یہ تیتس نقش کی سلیمانی انگوٹی ہے جو سقش بھی اس انگوٹی کو پہن لیتا ہے کیسے ہی بندس و سقش کے اوپر کرا دی ہو کیسا ہی جادو اس کے اوپر ہو ہر طرح کی بلا ہر طرح کی مسئبت اس سے دور ہو جاتی ہے کاروبار میں برکت کے لیے گھر میں برکت کے لیے لڑائی جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے بس صرف آپ اس انگوٹی کو پہن لیں یہ پہننے والے کے نام سے بن کر تیار ہوتی ہے آپ کا ہر ایک بگڑا کام بنتا چلا جائے گا یا پھر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنی محبت کے لیے بھی اس کو بنبا سکتے ہیں اگر آپ کسی سے سچا پیار کرتے ہیں اس کو پانا چاہتے ہیں دوستو آپ جو یہ نقش بالی انگوٹی میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ تیتش نقش کی انگوٹی ہے آپ جس بھی وجہ سے پریشان ہیں جو بھی آپ کی دکت ہے آپ لوگ صرف اس انگوٹی کو اپنے ہاتھ میں ڈال لیجئے گا یہ چاندی پر بن کر تیار ہوتی ہے پہننے والے کے نام سے اس اگوٹی کو تیار کیا جاتا ہے یہ آپ لوگ توفہ نوری دیکھ رہے ہیں حضور مفتی عاظم ہند رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا توفہ نوری اس کو آپ صرف اپنے پرش میں رکھ لیں جادو ٹونا سے حفاظت کے لیے گھر میں برکت کے لیے ہر ایک مقصد بورا کرنے کے لیے یہ توفہ نوری ہے آپ کا کوئی کام بگڑ گیا ہے آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں آپ اپنے گھر سے بندش کو دور کرنا چاہتے ہیں کاروبار میں ترقی کرنا چاہتے ہیں آپ تو اس کو اپنے پاس رکھیں یہ چاندی کے ورک پر لکھ کر تیار ہوتا ہے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے گھر پہ کسی بری شے کا سایہ ہے آپ کے گھر میں کسی نے جادو وغیرہ کرا رکھا ہے تو یہ آیت الکرشی کے نقش کی پٹی بن کر تیار ہوتی ہے بس آپ لوگ اس کو اپنے گھر میں یا اپنے مین گیٹ پر لگا دیں آپ کے گھر سے شیعتین بری بلائیں ایسے بھاگ جائیں گی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا آپ کی ہر ایک دکت ختم ہو جائے گی یہ انگوٹھی اور یہ توفہ نوری اور یہ گھر کے بہار لگانے والی آیت الکرشی کے نقش کی پٹی اور توفہ نوری کا نقش اس کے نام سے بن کر تیار ہوتی ہے جو بھی اس کو مگاتا ہے جو بھی پریشان ہے جو بھی اس کو مگانا چاہے تو وہ لوگ آرڈر کرنے کا پورا پروسیس دھیان سے موسیقی